الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون في الآية قبل السابقة اليهود والنصارى حصروا الحق والجنة في أنفسهم أما في هذه الآية فكل واحد منهما يحاول تسقيط الآخر وسلب الشرعية منه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يعني لا دين لهم فقولهم باطل وقالت النصارى ليست اليهود على شيء لا دين ولا إيمان ولا تقوى لهم فكل طائفة تجعل نفسها هي الناجية وغيرها الهالكة وهم يتلون الكتاب يعني والحال إن هؤلاء من أهل العلم ويجب على أهل العلم أن لا ينابذ بعضهم بعضا وهم يتلون الكتاب والتالي للكتاب لا يحق له أن يقول مثل هذه المقالة لأن كل واحد منهما يعلم أن صاحبه على بعض الشيء فكتابهم يأمرهم بخلاف ما يقولون فإنهم يعلمون بصحة بعض ما قالته الطائفة الأخرى فاليهود يعرفون أن النصارى لهم إيمان في الجملة والنصارى أيضا يعرفون أن اليهود لهم إيمان في الجملة ولكن عنادهم أدى بهم إلى تسقيط الآخر كاملة كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم هذه العبارة تأنيب وتوبيخ للطائفتين حيث صاروا بعنادهم كالجهلة مثل الذي لا كتاب له وهو جاهل فأن الجاهل يمكن أن يقول ليس اليهود أو النصارى على شيء لأنه يزعم بطلان كليهما كذلك قال الذين لا يعلمون قال الكفار مثل هذا القول ضد المسلمين أو قالوا مثل هذا القول بالنسبة إلى أهل الكتاب فأن الكفار يحاربون المسلمين ويحاربون أهل الكتاب لكن الله هو الحكم فالله يحكم بينهم جميعا يحكم بين اليهود والنصارى والمشركين يوم القيامة وهناك يتبين لكل طائفة أنه على شيء أم لا فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين هل سؤال أنه لماذا خصص حكم الله تبارك وتعالى بيوم القيامة؟ الجواب تخصيص الحكم بيوم القيامة لأن هناك متبقى أي شبهة في حكم الله تبارك وتعالى ويضطر الجميع للقبول والرضوخ لأمر الله تبارك وتعالى حتى المعاندي بخلاف حكم الله سبحانه في الدنيا فأن من لا يؤمن بالإسلام لا يعترف بحكمه فالله قد حكم بينهم في الدنيا بإقامة البينات والحجاج ولكن ما يقبلون ولو من باب العنام أما في الآخرة حيث فصل الخطاب فلا تبقى شبهة عند أحد فالجميع يعرف هناك الحق من الباطل ويرى الكل عيانا من يدخل الجنة ومن يدخل النار فهناك يعلم اليهود أن عيسى عليه السلام حق والإنجيل غير المحرف حق وتعاليم المسيح حق كما أن النصارى يعلمون أن بعض ما يقوله اليهود حق والجميع يشاهد أن الإسلام حق وأن من ابتغى غيره خاسر لا محال وفي الحديث الشريف عن الإمام الحسن عليه السلام إنما أنزلت الآية لأن قوما من اليهود وقوما من النصارى جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا محمد اقض بيننا فقال صلى الله عليه وآله قصوا علي قصتكم فقالت اليهود نحن المؤمنون بالإله الواحد الحكيم وأوليائه وليست النصارى على شيء من الدين والحق وقالت النصارى بل نحن المؤمنون بالإله الواحد الحكيم وأوليائه وليست اليهود على شيء من الدين والحق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كلكم مبطلون مخطئون فاسقون عن دين الله وأمره فقالت اليهود فكيف نكون كافرين وفينا كتاب الله التوراة نقرأه وقالت النصارى وكيف نكون كافرين ولنا كتاب الله الإنجيل نقرأه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم خالفتم أيها اليهود والنصارى كتاب الله ولم تعملوا به فلو كنتم عاملين بالكتابين لما كفر بعضكم بعضا بغير حجه لأن كتب الله أنزلها شفاء من العمى وبيانا من الضلالة يهد العاملين بها إلى صراط مستقيم وكتاب الله إذا لم تعملوا به كان وبالا عليكم وحجة الله إذا لم تنقادوا لها كنتم لله عاصين ولسخطه متعرضين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين